أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذا المجلس تفسير لسورة الرعد وسميت بهذا الإسم لقول الله تبارك وتعالى فيها ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهي من السور المكية وهي من السور المكية أي التي نزلت قبل الهجرة على قول بعض أهل العلم وهل يوجد سورة افتتحت بهذه الأحرف غير سورة الرعد أم أنها انفردت بذلك هل يوجد سورة افتتحت بهذه الأحرف أو أنها انفردت بهذا أي نعم انفردت بهذا الأمر لا لا راف ألف لام ميم صاد هنا ألف لام ميم را وبقية السور ألف لام را وفي ألف لام ميم لكن بهذه الأحرف ألف لام ميم را لا يوجد فيما أذكر الآن إلا هذه السورة التي هي سورة الرعد وفيما يتعلق بالحروف الحروف الهجة حروف التهجي الموجودة في أوائل بعض سور القرآن الكريم سبقت الإشارة إلى هذا عند أول سورة يوسف وقلنا وقلنا إن أرجح الأقوال في قولي تعالى ألف لام ميم را طبعا قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للبسملة البسملة ربما سبقت مرارا أنها آية من القرآن الكريم أنزلت لتفصل بين السور فهي في سورة الرعد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تفصل بين آخر سورة يوسف وبين أول سورة الرعد فهي قرآن منزل من الله تبارك وتعالى حيث وجدت في سور القرآن لكنها ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها وقد جاء في سنن أبي داود ما يدل على ذلك من حديث ابن عباس بسند صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة من السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهل هي سورة من الفاتحة ربما مر هذا والراجح أنها أنها ليست عفوا بآية من الفاتحة هي آية جزء من آية من سورة النبي فقول والإفلام مي مرى هذا نقول الله أعلم بمراده بذلك هذا مما استأثر الله تعالى بالعلم به لكن أخذ لكن أخذ بعض أهل العلم من هذا أن فيه دلالة على إعجاز إعجاز العرب وتحديهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنه يأتي بعده ذكر القرآن تلك آيات الكتاب وتلك اسم الإشارة هنا إما أن يرجع إلى آيات السورة نفسي هذه أو يرجع إلى القرآن الكريم آيات تلك آيات الكتاب الكتاب أني أريد بالكتاب السورة يعني السورة الكاملة العجيبة في بابها أو الكتاب اللي هو القرآن الكامل كله كل القرآن العظيم إلى الحروف وربما ترجع إلى الحروف يعني أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف ربما ترجع إلى هذه ألف لام ميم را يعني أنه مؤلف من هذه الحروف التي أنتم تقرأونها تلك هذه ألف لا ميم را آيات من الكتاب آيات الكتاب وأنه مؤلف من هذه الحروف ومع ذلك عجز عجزوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا ولا بسورة طيب تلك آيات الكتاب وقال بعضهم تلك آيات الكتاب يعني تلك الأخبار التي قصصتها التي جاءت في الكتب المتقدمة والذي أنزل إليك يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك أنزل إليك يا محمد وفيه دليل على إثبات نزول القرآن الكريم لأنه منزل من الله تبارك وتعالى من ربك بالحق أي هو الحق فاعتصم به أي هو الحق فاعتصم به ولا شك أن القرآن الكريم هو الحق وأن من تمسك بالقرآن فإنه يقود إلى السعادة والفلحة كما قال الله تبارك وتعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقال فمن اتبع هدايا فلا يضلوا ولا يشقى وقال ابن عباس أراد بالكتاب القرآن ومعناه هذه آيات الكتاب يعني القرآن ثم قال وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق قال ابن عباس أراد بالكتاب القرآن ومعناه هذه آيات الكتاب عن القرآن ثم قال وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني لا يؤمنون بهذا القرآن لماذا لا يؤمنون إما جهلا وإعراضا إما جهلا وإعراضا فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به لعدم السبب الموجب للانتفاع لا ينتفعون به إما جهلا وإعراضا وإما عنادا وظلما ثم بيّن الله جل وعلا دلاء إلى الربوبية فقال عز من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها رفع السماوات بغير عمد هنا العمد السواري واحدها عمود وهنا هل فيه نفي لأن السماوات مرفوعة على عمد أم أن فيها عمد ولكن لا نراها بدون عمد هذا أبلغ في القدرة بدون عمد معناه نفي العمد أصلا وهذا هو لا صح من أقوال المفسرين يعني ليس من دونها دعامة تدعمها ولا فوقها شيء يمسكها بل يمسكها الله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده وقال جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس الرؤوف الرحيم ثم استوى على العرش على عليه والعرش استوى على العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات استواءً يليق بجلاله وعظمته على عليه على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وسخر الشمس والقمر ذلّلهما لمنافع خلقه فهما مقهوران مذلّلان للعباد كلٌّ يجري يجري أي يجريان على ما يرده الله عز وجل كما قال تعالى والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلٌّ في فلك يسبحون وقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فالشمس من آيات الله العجيبة والقمر من آيات الله العجيبة كلٌّ يجري لأجل مسمى يعني إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا أو أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما ينتهيان إليها ولا يجاوزانها كما سبق يدبر الأمر يعني يقضيه وحده كما قال جل وعلا يدبر الأمر والقرآن يفسر بعضه بعضا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز والرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين يفصل الآيات يبين الدلالات في كتبه المنزلة لعلكم بلقاء ربكم توقنون أي لكي توقنوا بوعده وتصدقوه وكل هذه الآيات الكريمة وما سيأتي من دلائل ربوبية الله تبارك وتعالى وأنه جل وعلا هو الرب العظيم القادر الخالق الرازق المحي المميت المدبر لهذا الكون لأن الآيات مكية فيحتاج الذين نزل عليهم القرآن أن ينبهوا إلى مثل هذه الأمور لأنهم انتفكروا في توحيد الربوبية وعظمة الرب حتما سيقودهم إلى توحيد الألوهية لتوحيد العبادة فراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له ثم قال تعالى وهو الذي مد الأرض يعني بسطها ووسعها وبارك فيها وجعل فيها الجبال الرواسي وجعل فيها رواسية يعني جبالا ثابتة كما قال سبحانه وتعالى قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وأنهاراً وجعل فيها أنهاراً تجري ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي صنفين اثنين مما يحتاجه العباد صنفين اثنين مما يحتاجه العباد قال بعض مفسرين الأحمر والأصفر والحلو والحامض ونحو ذلك يُغشي الليل النهار يعني يُلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليل بظوء النهار كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يُغشي الليل النهار يطلبه حذيثاً فيأتي النهار فيلف الليل بظلامه فإذا الناس مصبحون ثم يأتي الليل ويلف النهار بظلامه فإذا هم مظلمون بقدرة الله وقال تعالى يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يستدلون والتفكر تصرّف القل في طلب معاني الأشياء يستدلون بها على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الرب الواحد الأحد الذي ينبغي أن يُفرد وحده بالعبادة دون سواه فلا تُصرّف العبادة لا إلى ملك ولا إلى قبر ولا إلى حجر ولا إلى شجر وإنما يُعبد الله جل وعلا يتوجّه إليه بالدعاء وطلب الحاجات يتوجّه إليه وحده سبحانه وتعالى فلا يكشف الضر الله ولا يأتي بالحسنات الله ولا يدفع السيئات الله ثم قال تبارك وتعالى مبيّنًا أيضًا شيئًا من عظيم قدرته وفي الأرض قطع متجاورات متقاربات يقرب بعضها من بعض وهي مختلفة هذه طيبة تُنبت وهذه سبخة لا تُنبت وهذه قليلة الإنتاج وهذه طيبة كثيرة الإنتاج كما قال سبحانه في آية أخرى كما قلت والقرآن يفسّر بعضه بعضًا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات بساتين سمّت البساتين جنات لأنها تُجِن من بداخلها تستره من أعنابٍ وزرعٌ ونخيلٌ صنوان والصنوان جمعُ صنوٍ وهو النخلات يجمعُن أصلٌ واحد قال الواحد قال أبو عبيدة الصنوان جمعُ صنوٍ وهو أن يكون الأصل واحدًا ثم يتفرَّع فيصيرُ نخلاً ثم يحمل وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير يعني كأنه من أجمع عليه المفسرون ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن العباس عمّه لما قال خالد منع العباس قال كما في صحيح مسلم قال أما علمت أن عمّ الرجل صنو أبيه لأنهما من أصلٍ واحد الصنوان جمعُ صنو وهو أن يكون الأصل واحدًا ثم يتفرَّع فيصيرُ نخلاً ثم يحمل وهذا كما قلت بإجماع أهل اللغة وأهل التفسير يعني هذا من إجماعات المفسرين وأهل اللغة إن الصنوان الشيء الواحد ثم يتفرَّع فيكون الأصل واحد ومع ذلك تفرَّع الأصل واحد ثم يتفرَّع فيصيرُ نخلاً يحمل تحمل هذه النخل وغير الصنوان وهي النخل المنفردة بأصلها وقال أهل التفسير الصنوان مجتمع وغير الصنوان متفرَّق نظيره من الكلام قنوان جمع قنو يُسقى بماء واحد في قراءة سبعية تُسقى بماء واحد يُسقى ذلك كله بماء واحد وقرئت تُسقى بماء واحد يعني هذه الأمور والمعنى متقارب ومع ذلك ونفضِّل بعضها على بعض في الأكل هذه آية عجيبة يعني علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى الماء واحد والأكل الطعم والثمر متنوع ولم يقل هنا بعضه والماء بعضه قالوا نفضِّل بعضها الماء جسم رقيق مايع تكون بحياة كل شيء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ونفضِّل بعضها على بعض في الأكل الآن سبحان الله المواحد وتجد شجرة الليمون الحامض وشجرة البرتقال الحالي شديد الحلاوة بل شجرة النخلة ومن أشد ما يكون حلاوة وتجد الشري شجرة الشري وأشد ما يكون مرارة سبحان الله المواحد ونفضِّل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ونفضِّل بعضها على بعض في الأكل قال الحسن هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل فسطحا فصارت قطعا متجاورات ينزل عليها المطر من السماء فتخرج هذه أطيب ما يكون ويكون فيها أنواع من الشجر وهذه تخرج ويكون فيها أقل ما يكون من النباتات وتكون هذه سبخة وتكون هذه مالحة وتكون هذه خبيثة وتكون هذه طيبة وكله يسقى بماء واحد كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل من السماء تذكرة فترق بعض القلوب وتقشع وتقصو بعض القلوب وتلهو والنازل واحد يعني الآن القرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا نتلوه هو الذي نزل على الصالحين هو الذي تلاه الصالحون ونزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تأثر هؤلاء ولم يتأثر كثير من الناس بالمناسبة سورة يوسف جاء عن عمر رضي الله عنه كان يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر فيسمعون نشيجه وبكاءه من وراء الصفوف من الصف الرابع والخامس يسمعون نشيج عمر ويقرأ إنما أشك بثي وحزني إلى الله قال الله تعالى لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ثم قال تعالى وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُونْ قَوْلُهُمْ وَإِنْ تَعْجَبْ العجب صفة لله تبارك وتعالى يوصف بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته قال سبحانه بل عجبت ويسخرون وفي قراءة سبعية بل عجبت ويسخرون وإن تعجب يا محمد من تكذيب هؤلاء وإنكارهم للنشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق فعجب أمرهم وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق سبحان الله الآن كيف ينكرون البعث مع أنهم يقرون بابتداء الخلق هذا أمر عجيب وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتداء فهذا موضع العجب وقيل معناه وإن تعجب من تكذيب المشركين لك واتخاذهم ما لا يضروا ولا ينفع آلهة يعبدونها وهم قد رأوا من قدرة الله ما ضرب لهم به الأمثال فعجب قولهم أي فتعجب أيضا زيادة من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلقا جديد يعني إذا كنا ترابا بعد الموت أئنا لفي خلقا جديد أي نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل الموت قال الله أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم يعني يوم القيامة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال عنهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته والسيئة هنا ما هي العذاب والعقوبة والحسنة العافية كما قال سبحانه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقال سبحانه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قال الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقد خلت من قبلهم المثلات يعني عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون بها ويدعون الاستهزاء وقد خلت من قبلهم المثلات مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات والمثلات جمعوا المثلة أو المثلة المثلة مثل العقوبات التي جرت على الأمم السابقة جرت عليهم عقوبات قوم نوح أغرقوا وعاد أخذتهم الريح وفي عادة رسلهم عليهم الريح العقيم وثمودة قلتهم الصيحة وقوم نوح قلبت عليهم قراءهم وفرعون أغرق وقارون خسف به قالت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وهذه الآية تجمع بين الترغيب والترهيب كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وكما قال سبحانه إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور الرحيم ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه أي علامة وحج على نبوته قال الله إنما أنت يا محمد منذر أي مخوف وكما قال تعالى إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير ولكل قوم هاد أي لكل قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى وداع يدعوهم إلى الحق أو إلى الظلالة ومحمد عليه الصلاة والسلام هدى الله تعالى به من شاء وأخرجهم به من الظلمات إلى النور ويقول الذين كفروا ثم قال ولكل قوم من هاد ثم قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما قال كل امرأة قال كل أنثى سبحان الله حتى يشمل جميع من على الأرض من الطيور والوحوش والبهائم والجن والإنس الله يعلم ما تحمل كل أنثى سواء كان هذا المحمول به سواء كان ذكرا ولا كان أنثى شقي أو سعيد إذا كان من المكلفين تام الخلق ولا ناقص عاقل ولا مجنون وهكذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام يعني ما تنقص ما تلقي قبل تمام الخلق كما في أول سورة الحج قال الله تعالى مخلقة وغير مخلقة وما تزداد قال أهل التفسير غيظ الأرحام قيل الحيض على الحمل فإذا حاضت الحامل كان نقصانا في الولد يعني في أيامه لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم فإذا هرقت الدم ينقص الغذاء فينقص الولد فينتقص الولد والله أعلم لكن على كل حال سواء نقيل بهذا أو إن المرأة إذا حملت أحيانا تتمم تسعة أشهر وأحيانا أقل وأحيانا تزيد على ذلك وما تزداد قال الحسن غيظها نقصانها من تسعة أشهر والزيادة زيادتها على تسعة أشهر وقيل النقصان السقط النقصان وما تغيظ الأرحام وما تزداد والزيادة تمام الخلق وأقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر وقد يولد المولود لهذه المدة ويعيش بأمر الله وقد يمكث الجنين أكثر من سنة أو سنة ونص ربما سنتين والله على كل شيء قدير هم يقولون عن الضحاك أنه سمي الضحاك لأنه جلس في بطن أمه أربع سنين فخرج وقد نبتت أسنانه الضحاك المفسر والله أعلم لكني سمعت بعض النساء أنهن جلس الجنين في بطن الواحدة منهن أكثر من تسعة أشهر يعني مدد تتراوح إما 11 أو 12 أو ما إلى ذلك كله أعلم وكل شيء عنده بمقدار أي بتقدير وحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يعني الذي كل شيء دونه المتعال على كل شيء سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به يعني يستوي في علم الله جل وعلا المسر بالقول والمجاهر به ومن هو مستخف بالليل مستتر بظلمة الليل وسارب بالنهار يعني ذاهب في سربه ظاهر والسرب بفتح السين هو الطريق وقيل سارب بالنهار يعني متصرف في حوائجه وجاء عن ابن عباس قال هو صاحب ريبة مستخف بالليل فإذا خرج النهار أرى الناس أنه بريء من الإثم والله تعالى يقول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وقيل مستخف بالليل أي ظاهر من قولهم خفيت الشيء إذا خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا كتمته وسارب بالنهار يعني متوارن داخل في سربه وعلى كل حال المعنى واضح أنه يستوي في علم الله عز وجل الظاهر والباطن وكل شيء له معقبات إما أن يعود الضمير لله جل وعلا يعني لله تعالى ملائكة يتعاقبون في العباد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار والتعقيب هو العود بعد البدء أو للإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يعني من أمام هذا الشخص المستخفي بالليل والسارب بالنهار ومن خلفه من وراء ظهره يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله عز وجل أي يحفظونه بإذن الله ما لم يجئ القدر فإذا جاء القدر خلوا عنه إذا جاء القدر خلوا عنه وقيل يحفظونه من أمر الله أي مما أمر الله به من الحفظ عنه قال مجاهد ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقضته من الجن والإنس والهوام فإذا فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه بإذن الله إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة والرزق والخير والأمن حتى يغير ما بأنفسهم من الحال الحسنة الجميلة فيعصوا ربهم كما قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قل هو من عندي أنفسكم وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون فهنا وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له يعني لا رد له وما لهم من دونه من وال أي ملجأ يلجأون إليه أو من وال يلي أمرهم ويمنع نزول العذاب عنهم ويمنع نزول العذاب عنهم ثم قال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال فيخبر سبحانه وتعالى هنا عن قدرته العظيمة أنه هو الذي يريع عباده البرق الذي يكون يسطع ويلمع عند تكون السحاب خوفا من الصاعقة وطمعا في نفع المطر وقيل الخوف للمسافر يخاف من المطر الأذى أو المشقة ويطمع المقيم ويرجو بركة الله سبحانه وتعالى من هذا المطر وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وغير زمنه والطمع إذا كان في وقته وزمنه ومن البلدان ما إذا مطروا قحطوا وإذا لم ينطروا أخصبوا وليست القضية قضية نزول المطر كما جاء في صاحي مسلم يست السنة بأن لا تمطروا كما قال عليه الصلاة والسلام ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا هذا القحط هذه السنة هذا الجد وينشئ السحابة الثقال بالمطر يقال أنشأ الله السحابة فنشأت أي أبداها فبدت والسحب جمع واحدتها سحابة والسحاب من آيات الله العجيبة سبحان الله الآن الطائرة تخترق السحاب ولا لا تخترق السحاب مع أنه يحمل الماء الثقال ولهذا الله جل وعلا ذكرها في سورة البقرة قال إن في خلق السماء وترض إلى قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات اللي قوم يعقلون السحاب عجيب أمره لطيف ويحمل الماء الثقيل الذي يدمر ويغرق ويكون بحياة الناس ونبات زروعهم ومع ذلك سبحان الله بهذا السحاب وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ولهذا ورد عن ابن عباس قال من سمع صوت الرعد فليقل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وجاء عن ابن الزبير صح عن ابن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد وهو يتكلم قطع كلامه وقال سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وأما شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا أحفظ في هذا الشيء وقد ورد عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرعد أنه ملك من ملائكة الله يسوق السحاب بأمر الله جل وعلا وأنه يضرب السحاب بمخراق من نار والملائكة من خيفته يعني تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل وخشيته ويرسل الصواعق جمع صاعقة وهي العذاب المهلك ينزل من البرق فيحرق من يصيبه فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله يخاصمون فيه وجاء أنه بسند فيه ضعف أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم مما ربك أهو من در أو ياقوت أو ذاب فأنزل الله صاعقة فأحرقته فنزلت وهم يجادلون في الله وشديد المحال وجاء في حديث آخر سناده لا بعس به أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى آخر يدعوه أرسله ثلاث مرات وهو يسخر منه ويرد دعوته ويقول يعني كلاما يستهزي بهذا فأنزل الله عليه صاعقة فأحرقته ونزل وهم يجادلون في الله شديد المحال يعني شديد القوة شديد الحول شديد الأخذ شديد المحال كما قال تعالى إن بطش ربك لشديد له دعوة الحق يعني لله جل وعلا دعوة الصدق قال علي دعوة الحق هي التوحيد وقال ابن عباس يا شهادة أن لا إله إلا الله وقيل الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص لا يكون لله عز وجل والذين يدعون من دونه يعني يعبدون الأصنام من دون الله لا يستجيبون لهم بشي يعني لا يجيبونهم بشي يريدونه من نفع أو دفع ضر إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه يعني إلى كباسة كفيه ليقبض على الماء والقابض على الماء هل يحصل بيده شيء ولا ما يحصل شيء ما يحصل شيء ليقبض على الماء ما يحصل شيء فضلا عن الشخص الذي يتناول الماء هكذا بيده يبسط يده هكذا هل يستطيع أن يوصل الماء إلى فمه ما يستطيع إذا بسط يده هكذا كيف يصل الماء إلى فمه ما يصل والمراد من هذا أن عبادتهم لهذه الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والصالحين والملائكة والأولياء والأنبياء وجميع المخلوقين أنها لا تنفعهم شيئا أبدا ولا تدفع عنهم ضرا كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وما هو ببالغه فهذا مثل ضربه الله لخيبة الكفار من معبوداتهم أنهم يخيبون كما قال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم الناصرين وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال وظل عنهم ما كانوا يفترون وظل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله ثم قال تعالى ليبين شناعة شركهم وكفرهم وكيف عبدوا مع الله آلية أخرى مع أن الكون كله يسبع بحمد الله كله يسجد لله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها يعني الملائكة والمؤمنين يسجدون طوعا وكرها المنافقون والكافرون الذين أكرهوا على السجود بالسيف وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها تسجد لله عز وجل طوعا قال مجاهد ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره وظلالهم بالغدو والآصال يعني إذا سجدوا بالغدو اللي هو الغدو اللي هو أول النهار والآصال اللي هو آخر آخر النهار وقيل الآصال جمع أصيل وهما بين العصر إلى غروب الشمس وظلالهم بالغدو والآصال والمراد من هذا والله تعالى أعلم أن جميع الكون يسبح بحمد الله تعالى كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر